اهلا وسهلا بكم في ساندويش واحدة ساعة النهاردة هنعمل ساندويش السجوء الشرقي بصنة الكرمب المدخنة مكونات بتاعتنا كرمب أبيض جزر مبشور خل أوراق شاي عشان نستعملها في التدخين كوزبارة ناشفة كوزبارة خضرة بابريكا فلفل أغدر حامي بصل أحمر مستردة ديجون هي المستردة الفرنساوي وسجوء الشرقي معايا فلفل ألوان وبصل أحمر هنبتدي الأول عايزين ندخن الورق بتاع كرمب الأبيض هنجيب شبكة زي دي خطها على طاصة سخنة نخط ورق الشاي تحتها هنوزعها في كل حتة نجيب فويل هنخط فيه كرمب الأبيض هنفضلوا كده حواليه هنفضلوا من تحت عشان فاطر بس مش لدرجة نية يعني العايزين بس الدخان عادي من كل ناحية نخطه على الشبكة بس يتم بوشه طبعاً يبقى مكشوف عشان فقط الدخان يعدي من كل ناحية من فوق ومن تحت هنجيد بقى فويل تاني نغطي دي التاصة وهي على النار مش بشكل محكوم قوي عايزين يبقى فيه دورة هوا مع الدخان عشان خاطر يعدي يدي طعم حلو يدي طعم المدخن ورق كروم بعد كده هنستعمله مع السبت جيد بول كبيرة وطفية جزر المبشور المستردة لو ما رفيش مستردة فرنساوي ممكن تسعبين المستردة عادية بس مستردة فرنساوي في حاجات معينة بتبقى ضروري عشان خاطر بيبقى عايزين احنا طعمه معين هي بتوفار سبرة خضرة كلف الحامي فابريكا وصل احمر برا النشفة خوالي معلقتين خل نقلبهم شايفين طبعا الدخن طالع دلوقتي ريحة باينة بتلاقوش طعمهم مش هبقى زي الشاي ولا ريحتوا رايبهم الشاي بس هو ورق الشاي بتحرق بسرعة طالع دخن خفيف وكويس بيدي طعم اللي احنا عايزينه بيدي طعم اللي احنا عايزينه بيدي طعم اللي احنا عايزينه باينة 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 قبل ما رفته تبتدي البان خطه مع البصل البصل احمر هيبقى احسن طبعا عشان خاطر بيبقى مسكر شوية باينة هاي بيدي صقوق طعم الحلو شوية فلفل اخدر فلفل احمر وفلفل اصفل فلفل اصفل شايفين صقوق بتادي السوي او خلاص ممكنه بتتجهز السامنش بتاعنا نستعمل له عايش عايش فونسوي بصراحة انا عايز افصل الاثنين عن بعض سعمل شده لازم يتقدم بطريقة اللي يستحقها بفعلاً بسمشات الجميلة جدًا هتستمتعو بها هي كده نحط السجوء هنالك المية اللي فاضلة ممكن تقدموها مع سانبش تاني وبعد كده نجيب سلطة كرومب المدخنة اللي احنا عملناها واستمتعنا براحتها هي تدخن على نار نملة سانبش كده سانبش ده استحق يتقدم بأفضل صورة كده ساندوش بتاعنا جاهز ساندوش سجوء بسلطة كرومب المدخنة ساندوش جميل جداً ساندوش شو حاجة ساقعة بالهنوشفة نهاردة هنعمل عصير الاناناس بالايس كريم وكانت بتاعتنا ايس كريم طبعاً لساء ايس كريم مانجا اناناس تلج وسكر نجيب الخلاط تدخطت الحاجة تلجيب الخلاط تلجيب الخلاط تلجيب الخلاط ايس كريم وانخط التلج بشوية ما يسعين بتوه شوية سكر خفاف بس عشان يزبطوا بنوش Assessment Надоدوش سيناً تلجيب الخلاط ايس كريم لن نفذ؟ ها قلقتي ها قلقتي قلت واحدة كده جورنش المانجا مع الاناس هيبقى تخفى هيجيبكوا جدا قصير مختلف وشاكشو حلو طعم وحلو ساعم دوتشو حاجة ساعة بالهنة وشاكش موسيقى